خلونا نتكلم عن حاجة تانية الفصل اللي فات أو التقرير اللي فات خلونا نتكلم في حاجة تانية دلوقتي وهي كلنا شغل بالنا قوي حوار وزننا طول الوقت احنا بنتكلم عن وزننا انا تخنت شوية انا خصيت شوية وفي احيانا كتير قوي بنعمل كده نظام غذائي لكن ما بينفعش معانا ساعات يعني شكاوى كتير من الناس انه مشي على نظام غذائي لكن هما شايفين انه مخصوش الموضوع بتطور معاهم بقى ويتفاجئوا كمان انه مش بس كده لا دول حصل لهم سمنة مفرطة على الرغم من ان الناس دي التزموا بنظام غذائي بيساعد على انقاذ كبير في الوزن هنا بيسألوا بقى فين المشكلة ازاي نقدر نتخلص من الوزن ده او من المشكلة دي ايه الطريقة اللي ممكن نستخدمها ونمشي عليها عشان نحقق معادلة التوازن للحصول على جسم رشيق ومزبوط سألة كتير قوي في الموضوع ده هنجاوب عليها مع ضفنا في الاستوديو دكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية الالاجية صباح الخير عليك يا فاني صباح الخير يا فاني صباح الخير منورنا في صباح الخير يا مصر يعني الموضوع ده انت عارف واحنا تكلمنا فيه كتير بنتكلم فيه كل حلقة تقريبا موضوع السمنة والوزن الزيادة لكن الموضوع هنا بقى انه فيه ناس تمشي على نظام غذائي ورغم كده ما تخسش برده صح ازاي نقدر نحل مشكلة زي دي وبيبقى سببها ايه اصلا اهم حاجة نفهم بس ممكن اضيف حاجة على سؤال زميلتي العزيزة بسان مش بس ما تخسش ده بتتخن يس لازم ان نحط حاجة مبدأ في الاول المبدأ بيقول ان كلنا مش شبه بعض يعني ما ينفعش انا انقلك تجربتي اقولك انا خسيت بالطريقة الفلانية فانت تعمليها وبعدين يطلع الطريقة دي وحشة عشان انتي ما خسديش عليها لا هي كانت حلوة ليها بس يعني ايه ادخن يعني ادخن من نظام غذائي على فكرة يعني انا حاجة زي دي حصلت لي قبل كده لكن كنت عشان بشيل حديد كتير فزت ومش مزبطة لأكل قوي لكن لو حد مش بيعمل كده ومزبط أكله يعني ايه ادخن ناخد مثال صغير عشان تفهمه دي انا عايز اقولك ممكن يا عيه ممكن تبقى واحدة بتاكل أكل هلسي جدا 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 ويجي لها كلسترول ليجي لها سكر يعني ايه بقى يعني اولا فيه اسباب جينية كتير فيه جينات ما بنفكرش فيها طول الوقت احنا بنفكر في الصعرات صحيح فيه هرمونات احنا ما بنفكرش فيها طول الوقت وانت بتشتري الحاجة انا تروح تشتري بار بروتين هو فيه كم صعر ده حقيقي وتاكلوا ودلوقتي الناس كلها بقت ماشية كده قبل ماشتري حاجة اقنبها شوف فيها كم صعر حساري فيها كم كارب ومع ذلك ممكن يكون صعراتها قليلة لكن بترفع عندي معدل الانسولين في حاجة اسمها جليسيميك انديكس هو احنا مش بنتخن بس عشان بناكوا كتير فيه ناس بيأكلوا كتير جدا جدا ورفعين ومش بنخس بس عشان بناكلوا ليل فيه ناس بيأكلوا طقف اليوم ويتخنوا ده يخلينا نفكر ان فيه اسباب كثيرة جدا غير ان اكلت قد ايه لأ انا كلت ايه انا كلت امتى انا كلت ازاي الاكلة اللي انا كلتها دي جسمي رد فعله تجاه ايه ممكن نفس الاكلة حياتك تكلها جسمك رد فعله تجاه ايه يعني بعض الناس يتخيلوا مثلا ان هو ممكن يعدلوا على ربه يعني تخيل كده يجي قولك اوة تشربي لبن كامل الدسم وانت بتعملي دايت تخدي خيل الدسم وممكن ممكن ربنا يطلع بقرة يطلع كامل الدسم حضرتك وبقرة بتطلع نو لازم ان يفكر في الحاجة يجي قولك كل البياض ما تاكلش الصفار الحجة هنا ايه هو بيتكلم كام صعر هو بيفكر في حتة واحدة بس طب هل تعلم ان كده وصلنا لارضية مشتركة هتجمع ما بيني وما بين حضرتك وما بين بساتك تجمع لكلنا ان شاء الله الا وهي ان دلوقتي مش فكرة ده توافق معاك يبقى متوافق معاك طبعا ناس تقولك كل الصبح وما تاكلش بالليل ناس تانية برضو ده كترة يقولك لا كل بالليل ويعمل في يوم متقطع الصبح المهم اللي انت تصوم 16 ساعة دلوقتي السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا عليه تاهوا انا واحد منهم ولو مكانهم بصراحة حقه ايه النظام الغذائي المثالي اللي يقدر هو يمشي عليه في جملة واحدة كده وقولا واحدا اللي يريحك وينفع تكمل عليه بمعنى ايه بمعنى انا ممكن اعمل نظام لي مريح جدا وبسطني ومتوافق مع حياتي تيجي انت تعمله تكره نفسك كمال اللي بي رايحنا انا بحب الاكل كلنا هناكل في الاخر خلينا نقول برضو ربنا برضو قال لي اكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين خلي دي قاعدة عامة قال ايه كمان ربنا قال واجعلنا من الماء يكون لاشا انحاي ما قالش من الزنجبيل ولا مش هلاخدر اشرب ايش هلاخدر واشرب زنجبيل انما الماء سائل عديم اللون والطعم والرائح واجعلنا الليلة لباسة واجعلنا نهار معاشا بيعل الحرق طبعا لان الحاجة الوحيدة اللي سعراتها سفر وعشان تتهدم وتطلع عن طريق الكليا وتطلع عن طريق البول والبراز بتستهلك طاقة من جسمك اي حاجة تانية بتاكلها بتديك سعرات وانت بتحرق قصدها سعرات الا الماء ما بتديكش سعرات وانت بتحرق سعرات فاي نظام غذائي اذا ليه شروط التغذية الثليمة والنظام الغذائي شرطه الحفاظ على صحتك الاول فكاد خسي اذا النظام هدف وفقد وزنك انت مضرور مضرور اذا الهدف كمان احنا مؤمنين كلنا ان نسمنا مرض مرض ومرض عصر كمان ما ينفعش اللي يتعاطى معها ما يبقاش طبيب يا اخوانا يعني ما ينفعش انا في الاخر ياخد كورس وانا بيخصات انا زيك انا ازاي اتعامل مع حد جاي يخص وبيخص الكلا مساء او عنده مشاكل في الكبد او عنده مرض مناعي او عنده محزير يعني انا نفسي مش متخيلها لما افتح كده كنا بنتكلم على اسم ده ومعام مش هنقوله قبل الهوى افتح لقي حد طالع يقولك ده ممتاز وخدوه يا نهر ربي انا طبيب ما اقدرش اقول لكل العينين بتوع خدوه لازم فيه هستري وينفعلك ولا ما افعلكش وفيه تحلق ما اقدرش لا ده بيطلع يتقل وعلى الملأ للأسف بقيت الناس بتروجه يعني انا اقوله البسانت وبسانت تقوله الحد تاني من صحبه بيزنس ما هو بيزنس ولو جاب معك نتيجة انت هتنقل خبرتك وانت بحسن نية جدا هتقول يا جماعة انا جربت الحاجة الفرنية وجابت نتيجة انما انت لا تدرك هو بعد السنتين هيعمل ايه لان السايد افكت بتاعت الحاجة حتى لو اكل ممكن ما يكونش النهاردة او ممكن يكون بعد سنة ممكن بكرة سنتين يعني فيه سيدات تليها عجزت خست وعجزت تقعد تعالج مادة حياتها بقى انا بشرتي دي دبلت وشعري وقع وجسمي رهل وخست طب انت فرحانة بالنوع جاريتني ما خست لان دايما نقول الجسم الحلو احلى من الوزن الحلو والصحة الحلوة بجسم حلو احلى من الصحة الوحشة بجسم حلو طيب فيه نيز بتروح الجم وبساعتها لدكتور تغذية بيطلب منهم عدد كبير قوي من الوجبات في اليوم فما بيقدروش يكلوا عدد الوجبات ذيكولاب يعوضوها بالسبليمنت او بالمكملات الغذائية هل هي خطر ولا لا ما زي بحياتك اشارتي هو المدرب اللي قال له يعني هي الفكرة هو يعني انت كل النوادي الكبيرة تشوفي احنا في مصر بقينا مؤخرا كده بقي موجود في في حد بتاعتغذية للنوادي الكبيرة فعشان كده الفرق زمان من عشر سيني كنت تلاقي مصر مثلا لما بتلعب مع انجلترا ولا حاجة تلاقي الفريق المصري اول عشر دايق واو في باية المطش نام وهم الأجانب بيلعبوا المطش من اول و الاخر والشوتين ايه اللي بيحصل احنا كنا بناكل بنتغزة قبل المطش بيدرب له كده فرخة وبشعارف بطاية ويطلع يجري ما دي عشان تتحري عايزة خمس ست ساعات هيكون المطش خلص اصلا وانت ما عندكش باور التاني بيأكل شوية رزة او شوية مكارون يديله انرجي سريعة جدا قبل المطش فقدر يجري لما فهمنا كده وبقى الانديها الكبيرة في مصر بقى تجيب بقى تجيب اه فلا بقنا النافس وبناخد بطولات فدي القصة احنا مين اللي قال وقالها ليه والرجل زي الست ازاي طيب بس ازاي ازاي هقدر اكل اربع او خمس واجبات في اليوم من البروتين واقسم الفريخ 250 جرام والكلام ده ماهو كتير لازم اعواده بحاجة ولما عملتش كده العضلات هتتكسر اعمل ايه الكتر ده مربوط بالتمرين ما ينفعش اقول كتير كده هو انت بتتمرن كم تمرينة بتوصل العضلة بتاعتك للفشل العضل ولا لا يعني وانت بتمرنها بتفضل تتضرب لغاية العضلة محتاجة حد يساعدك بيرفع معاك البار بدأ يحصل فشل عضلي وكمان العضلة لا بتكبرش بالتمرين على فكرة العضلة بتكبر في الريكوفري يعني لما انا بقعد اخلي عضلتي تفشل مش قادر ارفع حاجة عايز حد يشلني ويقعدني العضلة بتادي تفشل معايا اه بقى لما ععد اسبوع مريحة لان برضو في في ستيبسة عشان تنمي عضلة مش اللي هو شيلي لا لازم اولا وطبعا مدارس كتيرة جدا يعني لو انا بس هديكي مثال او مدرسة منهم عشان اول عضلة دي مسلا انا هاعد اشغل العضلة دي النهاردة في الجيم بس لوحدها العضلات التانية او هتشتغل معايا بس دي اكتر حاجة انا هركز علي هركز علي لغاية مواصلها لحد الفشل يعني الفشل يعني حصل تمزق ميكريسكوبي كبير جدا في العضلة من الاوزان لاشتها لدرجة ان انا مش قادر ارفع الوزنة او يدي بتتريعش فالمدرب بيساعدني مرة واثنين وثلاثة صحيح اريح العضلة دي بقى اسبوع مش معنى كده انا هفضل عامل كده اسبوع نو هروح للجيم برضو بس هشتغل على التراي هشتغل على الاب هشتغل عليها حاجة تانية واسيب دي واكل كمية البروتين عشان يحصل لها عشان القطع والتمزق اللي حصل بدي يحصل له يعني الواجع وانت في الجيم ده عادي عادي وبتسيبها اسبوع بالزبط وفي خلال الوقت ده انت بتاكل بيحصل هيل وبتاكل فالعضلة بتادي تكبر بس برضو انا هكبر مين وهدي له نسبة بروتين من غير ما عمل له تحليل طب الراجل ده لو هو بوردر لاين او هو يعني عنده مشاكل في الكلا ومش واضحة ما بيشتكيش لسه وانروح تمحمل عليه بكمية بروتين عالي طب هيحصل له ايه بقى هي الفكرة مين بيقول ايه يعني المكملات اللي بتتاخد دي بالهابل ده فيه ناس بياخدوا تستسترون يا جماعة التستسترون ده انت اللي بتاخده عشان يكبر لك العضلة وانت فرحان بانك تاخده ما زادة عن الحاجة بيعمل لحاجتين وحشين الحاجة الاولى جسمي مش هيصنع لان انا باخد الحاجة منبر لما جسمي ما يصنعش وجه وقف الكرس بتاعي اش ضمنك ان جسمك هيرجع يصنع تاني ممكن يصنع بعد يوم او بعد شهر او بعد سنة لغاية ما يصنع والجزء الزيادة من التستسترون بيتحول لأستروجن الاستروجن ده هو هرمون انسوي يعني انا الراجل باخد هرمون زكورة عشان اعمل عضلات جسمي يخاد الاحتياج وما زادة عن الحاجة بيتحول لهرمونات انوصة عشان كده تلاقي الراضيين يعني ضخام جدا وعندهم مشاكل في الهرمونات ممكن تلاقي عنده تسدي كمان يعني هو ملاخ وما لا ياخد هرمون زكورة يعني فالفاق مين برضو اللي قال لك خده مين اللي عمل لك الفحوصات يس ده بيتباع في الجام يعني يعني برضو مكمل غزاية مش هيجيه من السيدالية ولا بوصفة طبية ده في الجام مش هدخل في قصة هو مضروب ولا مش مضروب التغزين عامل بتاعه ايه يعني هو اكسباير مش هدخل في قصة دي لاني ما نعرفهاش بس المبدأ نفسه مين اللي وصف لك وبتحاليل ولا مش بتحاليل طب بنسمع احيانا على انظمة دايت ويمكن بنشوف دا تحديدا كمان على الاعلانات مسبقة الدفع اللي بتبقى بنتكعبل فيها كده على السوشيال ميديا ويقول لك نظام ذاكي لكس لنس في دهون الكرش والناس تدخل ويقامل ابلود او داونلود للقاب وفي نفس الوقت تدفع فيه مش عارف خمسمائة جنيه كل اسبوعين ويتمشي على شوية اكل او نظام ما علشان خاطر تكس دا كوميرش دا كوميرش يعني دا بيزنس والكلام دا مش هتلاقيه غير في قناوات والاسف الناس بتنساق وراء البيئة يعني عبارة رنانة اذا يلحق حل سحر احنا البلد الوحيدة اللي بتحجز الجزمة اللي بتخسس يعني يشتري الجزمة الفرنية بتخسسك وبتحجزها احنا شعب برضو يعني الثقافتنا شوية محدودة لانه ما فيش بيز ما فيش مرجعية كمان يمكن الماسبيرو او التلفزيون المصري هو الوحيد في كل القنوات اللي موجودة اللي بيتأكد ان الطبيب اللي جاي ده طبيب وكرنيهو متخصصه وبطاقته شوف القنوات الخاصة انت تروح تشتري هوا لا نجدعه بحد يعني خلينا نتكلم علينا دولة اللي احنا دورنا هو دور تواعي وماوستوكينج هو دولة اللي بيتكلمه للشعب المصري وبيتكلمه كتير فالناس فعلا الناس بيتمشوشة وبيش فاهمة حضرتك ونتي بتقوليلي من شوية بتعمل دايت كويس ماذا نفعل لنسف دهون الكرش لا يوجد وصفة غذائية تسمع الكلام يعني ما ينفعش انا اقولك الفطار كده وكده وكده وبعدين نقولي الاكلة والنبي روح يكسر دهون البطن مالكيش دعوه بالايدين والنبي مالكيش دعوه بالنص التحتاني كسر النص الفؤاني لن تستجيب انما نقول فيه تعليمات معينة الواحد يخلي باله منها عشان المنطقة دي ما تزيدش زيادة انما لازم ان يمشي على إذا هو شخص عايز يعمل رياضة ورياضة مؤبس لها شروط معينة يعني بشينفع وانت بتعمل رياضة وانت بتخس تروح تشيل اوزان كبيرة جدا وتقول لي ليه انا بنزل نص كيلو بس لانك في طول الوقت انت بتكبر العضلة فطبيعي انك تنزل وزن قليل ما ينفعش يبقى واحد بياخد كورتوزينات او جسمه مخزم مية وعنده مشاكل بتخلي جسمه طول الوقت معه بمية ويقول لي برضو انا ليه بنزل فيه اسباب كثيرة بتعوق نزولك انت عارف لما تروح تاكل بياض البيض بس مثلا ده بيرفع الانسولين بنفس القدر اللي ممكن يرفعه العيش طب انت لو حطيت الصفار جوه البياض بينزل سبعين في المية الانسولين بشت الصفار بيبقى فيه فاتس اكتر دهون ويسمك عايز الدهون كل هرمونات الانوسة ممكن تاخد دهون من حاجة تانية زي ايه؟ لا ما عارفش طيب ما انت هتشيل سألني سألني يعني انت هتشيلي الدهون اللي ربنا حطتها مع البياض لا مش عايزها وحط طيب هي موجودة اصلا ليه اتعب نفسي انا ودور على بدايل وربنا عامل لي التوليفة الجميلة اللي على قدر البياض واللي جسمي هياخدها لو انا ست اصنع بيها هرمونات انوسة وللو انا راجل هصنع بيها هرمونات ذكورة وللو انا ما خدتهاش خالص دهون لان فينا ستجي مرة واحدة اه يا مثلا لو حللت انت في مرة او انا واي حد وطلع عنده كلسترول عالي اول حاجة بيعملها ايه؟ مايروحش لدكتور تغزيه بيروح لدكتور بطنة ودكتور البطنة بيعمل ايه؟ عمره ما بيقوله روح لدكتور تغزيه ماعرفش ليه؟ يروح مديره على طول علاج ايه؟ كلسترول مع انه ممكن مدلوش ويقوله ايه بقى امنع الدهون خالص انا خاف على نفسي هعمل ايه؟ همنع الدهون خالص طب الدهون مهمة ونحن عيش معاهم على فكرة جسمك يعمل ايه بقى يا صديقي؟ يبدأ في تصنيع دهون واذا بدأ الجسم في تصنيع دهون مش هتخفي عشان كده بتلاقي ناس عندها كلسترول تاخد العلاج وتخف وناس عندها كلسترول لا تستجيب للعلاج اهو ده اللي خاف وما رحش لدكتور تغزيه ومنع منع مطلق للدهون فاصبح الكبد مضطر يصنع الناس اللي بتقول الجسم بيحب يستهلك النشوات الاول يعني لما بتاكلي اكل جسمك بيحرع النشوات وهذه حقيقة بس مش عشان بيحبها عشان كرهها حضرتك بتحتفظ في بيتك بالاشياء الثامنة عليك اللي بتحبه واللي كرهه في الزبالة او اللي مش حبه بتبعده او بتشيل جزء قليل منه طب ليه دليل على كده ان جسمك بيحب الدهون ما بيحبش النشوات مغزون الطاقة من الدهون في اجسامنا تتعدى ل40 ألف كالوري ومغزون الطاقة اللي من النشوات في جسمنا لا تتعدى لألفين كالوري حتى الانسولين لما بيجي لما السكر بيزيد في دمنا بياخده يرمي على الخلية ليه لانه الانسولين ده سم بيجيب لي زهايمر وبيجيب لي بيلي أبدومن وبيجيب لي كرش وبيجيب لي مقاومة انسولين وبيجيب لي فبيرمي جوه الخلية ومن قطر ما هو سم بيسمم الخلية فالخلية تكتشف ان هي تسممت فتروح عامل له مقاومة انسولين يعني اذا هنا دكتور احنا بنتحدث عن علم مش بنتحدث عن ورقة بتطفع ويلا خد الدايت ده الاسبوع الدول وده الاسبوع التاني وده التالت وان شاء الله هتخص وبتخص يعني ببركة الدعاء وان هي الصفية حتى لو خصيت على فكرة انا خصيت ازاي احنا بنشكر حضرتك للأسف يعني معادل موجز لكن اكيد لسه في لقات تاني هنعرف منها معلومات اكتر من حضرتك دكتور عماد الدين فهم استشارة تغذية العلاجية شكرا لهذه المعلومات الثمينة القيمة